والميداني هاني هلال نعم السلام عليكم وعليكم السلام أخي ما هي آخر المستجدات لديكم اليوم لو بدأت بتلخيص مجمل التطورات الحاصلة لديكم فقط للتصحيح أنا مراسل شمكة شام في محوص إدلب اليوم شهدت ريف إدلب الشمال تفجير إرهابي مروع في بلدة أطمخ على الحدود السورية التركية استهدفت سيارة مفخخة مشفى أطمع على حدود تركيا مشفى أوريانت هو المشفى الإنساني الذي كان يعالج جميع السوريين ومن جميع مناطق سوريا المساعدين جراء قصف قوات الأسد قصف قوات النظام تم استهدافه بالسيارة مفخخة أدت هذه التفجير إلى حد الآن أكثر من 16 شهيد تم توسيقهم وعشرات الجرحة هناك عشرات الجرحة أكثر من 60 جريح حتى الآن بعض الجرحة حالاتهم خطرة ما زالت إلى الآن أعداد الشهداء قابلت تزايد بسبب خطوط الجرحة تم نقل الجرحة أغلبهم إلى مشافي في تركيا ومشافي باب الهواء الطبية طيب نعم وماذا عن التطورات الأخرى فيما يتعلق بريف المحافظة غير ما جار اليوم في أطمة هي معارك دائرة منذ عدة أيام أطلقها الجيش الحر جنوب معارة النعمان اتداء من قريط الحامدية وحيش وبسيدة وبابولين هي معارك دائرة منذ عدة أيام ضد قوات النظام تقوم بها شنتها قوات الجيش الحر بهدف تضييق الخناق على معسكرات واضية الضيف وقطع الإمدال وأيضا معارك داريا أيضا في مدينة خانشيخون البارحة كان هناك تفجير عدد من قبابات على طريق الموت بين معارض النعمان وخانشيخون أيضا كان هناك محاولات عديد الابتحام عدة حواجز أسدية في مدينة خانشيخون أصيب عدد من قوات الجيش الحر تم نقلهم إلى المشافي أيضا تم تفجير عربة شركة ودبابة البارحة ليلا في حواجز خانشيخون هي معارك قوية جدا أطلقها الجيش الحر بهدف ومستغلا قطع الأستراد بين محافظة إدلب وبين محافظة حمان حيث قطع الأستراد بين بلدة مورك وبلدة سوران طيب يعني بالعودة إلى التفجير الذي حصر اليوم في مدينة أطمي في ريف إدلب الشمالي يعني برأيك من يقف خلف هذا التفجير غير الاتهامات التي يعني تم سردها عن نظام الأسد ووقوفه خلف هذا التفجير هل هناك جهات أخرى تقف خلف هذا التفجير يعني من يقف وراء هذه التفجيرات هو من فجر منذ سابقا من فجر حواجز الجيش الحر وحواجز السوار ومن فجر يعني داعش مركز الزقافي أيضا في ريف ساقب هي لا يوجد أي معلومات أكيد من هو ولكن نظام الأسد ليس لديه انتحاريين يدخلون في سيارة مفقخة ويفجرون أنفسهم نظام الأسد ليس لديه هؤلاء الأشخاص ولكن مؤكد من يقوم بهذه التفجيرات هو يصب في مصلحة الأسد وهو عميل الأسد بشكل أو بآخر يعني واضح أنها داعش يعني مثلا باعتبار أن هناك يعني حالة شد وجذب بين مؤسسة الأوريانت وداعش يعني منذ مدة طويلة وهناك يعني عملية اعتقال جرت لأحد مراسليهم عبيدة بطل في ريف حلب الشمالي على ما أعتقد نعم نعم في ريف حلب طبعا هي داعش يعني عندما خرج علينا العدناني وهو المتحدث باسم داعش كان يهدد ويقول سنقتلكم أيها الصحوات وشرابنا دماؤكم وأنيسنا أشلاؤكم هذا كان كلام داعش يعني وإعتراف صريح جدا منه ليس اتهام منه شرابنا كما يقول أبو محمد العدناني شرابنا دماؤكم وأنيسنا أشلاؤكم يعني حتى الأطفال والنساء اليوم في أطفال يعني مرضى وجرحة قبل أن يتم هذا التفجير استشهد منهم العشرات وجرحة منهم العشرات يعني حتى الأطفال أصبحت دماؤهم أنيسة لداعش أيضا نعم حتى الأطفال هم يتهبرون كل شخص لا يبايع عمير المحمدين كما يسمونه أبو بكر البغدادي كل شخص لا يبايع فهو مرتد وخارج عن الدين وخارج عن الإسلام منفجر في دركوش منذ فترة بين الناس وأرعب الناس عندما كانوا نائمون عند الفجر قاموا بتفجير كبير جدا يعني أكثر من 2 طن كما قال عدة خبراء في التفجيرات أكثر من 2 طن من المتفجرات قاموا بتفجيرها في دركوش أيضا راح ضحيتها العشرات وهناك عدة أطفال أصيبوا بحالات جنون أطفال أصيبوا بحالات الحوال في العيون بسبب الرعب الشديد جراء صوت التفجير والضغط يعني لم يبقى قال لي أحد على ثقافي دركوش لم يبقى أي باب أو شبات في بلدة دركوش إلا وتكسر وتطاير أشكرك جزيلا شكر هاني هلال مراسل شبكة شام كنت معنا من إدلب